اهلا بيكم في قناة يوتيوب اوي معاكم احمد الجلاد موضوع الفيديو النهاردة عن طريقة انشاء كيو ار كود مجانا باستخدام جوجل شيت. وده الفيديو الرابع في سلسلة دروس انشاء كيو ار كود بطريقة سهلة وبسيطة ومجانية. بما اننا بنستخدم جوجل شيت فتقدر تستخدم هذه التقنية المجانية لانشاء كيو ار كود بطريقة مجمعة. يعني لو عندك مثلا مجموية مواقع وعايز تعمل كل موقع فيهم كيو ار كود خاص بيه بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. وده الشيء اللي مش موجود لحد دلوقتي في الاكسل. ونظرا ان جوجل شيت مجاني من السهل اعداد هذا العمل بمجرد انك تعرف الدوائل الصحيحة. اللي هتحتاجها لانشاؤه. بشكل صحيح. وده اللي هنشرحه لك النهاردة. وقبل ما نبدأ. ما تنساش الاشتراك. فكرة الله مش مشترك. وتفعيل زر الجرس اللي يصبح لكل جديد. ولايك للفيديو. فلنبدأ على بركة الله. اول حاجة هتعملها هتفتح متصفح جوجل خاص بك. تكتب هنا. شيت. ونضغط انتر. هليه يفتح معنا شيت الاكسل. هنيجي مسلا نغير اسم الملف بتاعنا ونكتب كيو ار كود. ونضغط انتر. هليه اعمال عملية او الحفز. ونيجي نبتدي نحط هنا الانكات او اللينك اللي احنا عايزين نعمل له كيو ار كود. فلو يكن انا على سبيل المسال هنحط تلات لينكات دول. وهبتدي هنا هعمل آآ كيو ار كود لكل لينك فيهم. الفطوة التانية هبتدي اكتب الدلة اللي من خلالها هيتم انشاء الكيو ار كود. لحد دلوقتي ما فيش دلة مباشرة تخليني اعمل كيو ار كود داخل الجوجل شيت. بس ممكن نستخدم دلة الصور. ومن داخل دلة السور دي هنستخدم الامر اليو ار ال اللي من خلاله هنشئ الكيو ار كود الخاص بي. والرابط اللي بيحدد الخطوات دي هتليني يساعده لك في صندوق الوصف. تعالوا كده نفتحه مع بعض. ده اللي هتحتاجه في انشاء الكيو ار كود الخاص بيك. وده الي هنستخدمه. بالاضافة هنا هنلاقي بعض البرامتر اللي هنقدر ان احنا ايه او متطلبات اللي هنحتاجها في انشاء الكيو ار كود. الامر ده اللي من خلاله بيفهم ان احنا عايزين ننشئ كيو ار كود. والامر التاني آآ من خلاله بنقدر نحدد حجم الكيو ار كود ده كم في كم. يعني الارتفاع والعرض بتاعه قديه. والامر التالي بتاعنا هو خاص بالآآ اللي انا عايز اعرضها. سواء عايز تعرض موقع الالكتروني او اي انفورميشن انت عايز تعرضها اركام تليفونات موقع الخريطة. دي اهم تلات آآ متطلبات لازم ايه? يبقوا معنا. بالاضافة طبعا للايه? اللي احنا هنبدأ بيه. بنيجي هنا مسلا ناخد نعلم على برامتر ده. ونضغط كنترول سي. ان انا اخطها كوبي. وده كمان كنترول سي. وهنا كنترول سي. واليو ار ال. كمان علمت كده على الاربعة دول. وهخطهم كوبي. نرجع تاني للملف الشيط بتاعنا. ابتدي من هنا نكتب الامر بتاعنا. اول حاجة بنعمل نكتب يساوي. واكتب الدلة بتاعت اللي هي زي ما احنا اتفقنا. مجرد ما اضغط انتر كده هتدي قولي ايه? هتدي اعمل هنا وعمل كنترول في او بست لل اه اللي احنا ايه? اخدنا كوبي من هنا. تاني حاجة على طول هتدي اه احط اللي هو الامر التاني ده. بس تعالوا بقى نعرف حاجة كده بسيطة لو عملت شباك في رمز الشباك من حرف الفي هيبتدي فتح لي بتاعت الايه? الا اوامر الكوب اللي انا اخدتها. فانا قلنا ان احنا تاني حاجة هنحطتها. ان انا هنا بعرفه ان انا عايز هنشئ كو ار كود. بتدي احطها كده. تمام? بعد كده خلصت كده والمود بتاعي. هبتدي بعد كده اعمل عاملة اللي هي اه سبعة. ببتدي احط الامر التاني اللي هو الخاص بالارتفاع والعرض والارتفاع. تمام? ونكتب مسلا اه عايز الارتفاع خمسمية والعرض خمسمية. فانا هعمل هنا كده خمسمية. هنا كمان خمسمية. بعد كده اجي ادوس برضو سبعة. تمام? علامة الشباك فيه. اطلع كريب بورد. ببتدي احط ايه? الداتا بتاعتي. طب هي الداتا بتاعتي هنا عبارة عن ايه? عبارة عن اللينك اللي انا عايزه وتعيرت بقى. اللي هو ده. ببتدي اخده هنا كده كوبي. ارجع تاني هنا. اشير داتا دي. واحط اللينك بتاعي. وضبط انتر. زي ما احنا شايفين عمل كيو ار كود اهو. وبكده انا نجحت في انشاء كيو ار كود الخاص بياه. طب لو انا جيت هنا في كيو ار كود ده سحبته لتحت كده. هلاقي ان كل واحدة من دوت واحد كل كيو ار كود من ده خد نفس اه الويب سايت او اللينك الاول اللي انا حطيته. بتاع الفيسبوك كده. طبعا الكلام ده ما ينفعش. يعمل قدام ان انا اه في كل لينك اقعد اخد كوبي واحط اللينك بتاعه. او ان انا اعمل طريقة ديناميكية. تمام? بسيطة بطريقة اوتوماتيكية وسهلة كده. وزي ما احنا هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض. ونيجي هنا نعمل كنترول زد اندو. ونيجي نشيل اللينك بتاعنا اللي احنا حطينه. ونخلي يساوي. بعد كده نعمل سبعة اللي هي اند. واكتب رقم الخلية اللي انا هبدأ منها اه اللي فيها اول لينك. اللي هي ولو يكنوا عندنا هنا اللي هي البي سري. ونتدي كده نيجي نشوف مع بعض. هنعمل برضو دراج كيو ار كود. تحت كده. للتلاتة. كده اصبح دلوقتي ان كل خلية او كل من ده خد الخلية اللي قدامه. يعني ده مسلا التاني ده خد لانستجرام. اه واللينك التالت خد اليوتيوب. بالطريقة دي بقت دي اسمها كده مسلا دلوقتي اللي احنا زي ما احنا شايفين فوق كده. وبكده بقى انا لو عندي مسلا عشرة خبستاشر آآ لينك. فلس هو خد كل خد رقم الخلية او خد الداتا اللي موجودة في الخلية اللي قدامه. ودلوقتي احنا هنعمل اخر خطوة وهي خطوة مهمة جدا وللاسف اللي ما كملش الفيديو للاخر آآ ممكن نلاقي صعوبة في الموضوع ده. وهي ازاي ان انا احفظ ده كصورة عندي واقدر استخدمها في اي حاجة. في الاول كانت تقدر من الجوجل ان انا اقدر ان انا اعمل آآ للفايل ده واقدر اخذ كومي من هنا على طول للبرامج التانية الباوربوينت الورد الفوتوشوب ايا كان. اقدر اخذ كوب لكيو ار كود. واعمل في اي برنامج. دلوقتي الموضوع ده مش موجود. دلوقتي انا دخلت كده كنترول سي. تمام كوبي. وروحت للورد اعملت كنترول في بشلاء كيو ار كود طالعة. طب ايه الحل? الحل هقوله لكم دلوقتي ان احنا هنروح لقايمة بعد كده هعمل هعمله بصيغة هعمل بصيغة لو ضغطت كده على مش مشكلة طالع قدامك ايه بالزبط يعني. وهم ان انت هتعمل ايه? اكسبورت. الان وهي بتدي يعمل ده ولود. دلوقتي اقول ملف اهو نزل معنا. بتاعنا. مجرد بس ان انا اه اجي اعمل كده شوق فولدر. وافتح الملف بتاعي على البرنامج البي دي اف. واضغط كده على الصورة اللي انا عايزها. ولو اياكن اهي. واعمل سيف اميج از. واجه اعمل لها مسلا سيف على الديسكتوب. نيجي نشوف كده مع بعض. نريه ان هو نازل اسود كده. طيب ايه الحل? نرجع تاني. ملف البي دي اف. واضغط واعمل سيف اميج از. واجي من هنا اختار جي بي جي. واعمل سيف. نشوف تاني كده. هلاقي بتاعنا. ترى قدامنا اهو بمنطقة البساطة. ما كوش اي مشكلة. اقدر ان انا افتح مسلا برنامج الفوتوشوب اهو. واعمل كده. واتعمل معاه بصورة. وزي ما احنا شايفين اهو. شغال تمام ما فيش اي مشكلة. كذلك. اهو. ما فيهوش اي مشكلة. اي بالنعمل خلاص انت بقى عندك صورة اه منفصلة بتاعك تقدر تستخدمها في اي حاجة. ودلوقتي ما فاضليش اللي اخر خطوة وهي ان احنا نعمل تست على اه الخاص بنا. فمسلا انا هاخد اخر ده اللي هو يوتيوباوي. قناة يوتيوباوي على اليوتيوب. واعمل عليها سكام. زي ما احنا شايفين زهر قدامنا اهو. الخاص بقناة يوتيوباوي. اضعط على اوبن ان براوس. هل ليه شغال معانا بصورة طبيعية. شكرا للمتابعاتكم الاخر الفيديو. اتمنى انتم تكونوا استفدتم من شرح النهاردة. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الگرز و لايك للفيديو.